اهلا بكم معاكم الدكتور تامر والنهاردة هيكلمكم عن ازاي تتعامل مع العيان اللي ضغطه عالي في الاستقبال بالزبط كده في الاستقبال في منظر بنشوفه كتير اللي هو الحق يا دكتور ابولي ضغطه عالي 180 على 100 عايزين يتدي له حقا لازك سباقة هو متعود عليها على طول فين الحقا الحلوة بتاعتك يا دكتور طبعا الكلام ده ماينفعش العيان اللي بيجلنا وضغطه عالي في الاستقبال بنقسمه الى نوعين اتنين يا اما حاجة اسمها هايبرتنسيف اميرجنسي يا اما هايبرتنسيف ايرجنسي الاميرجنسي او بيسموها هايبرتنسيف كرايزز او بيسموها مليجنا انت هايبرتنشان دي معناها ان ده واحد ضغطه عالي غالبا اكتر من 180 على 120 والضغط العالي ده مسبب له مشكلة في عضو حيوي من جسمه زي المخ او الرئة او القلب او الكلا او العين ودي بنسميها تارجيت اورجان ديسفانكشن ودي طبعا حاجات تهدد حياة المريض اما النوع الثاني اللي هو هايبرتنسيف ايرجنسي معناها ان عيان جايلك لاستقبال ضغطه عالي لكن مفيش اي مشكلة تانية وما عندوش تارجيت اورجان ديسفانكشن وما عندوش ريت فيلاكس ما عندوش علامات خطر ففي فرق كبير جدا في التعامل بين الحالتين دول اول نوع اللي هو هايبرتنسيف ايرجنسي اللي هو عيان جايلك لاستقبال ضغطه عالي وما عندوش اي علامة لتارجيت اورجان ديسفانكشن العيان ده غالبا بيكون مريض ضغط وسايب العلاج بتاعه او بياخد العلاج بتاعه لكن العلاج ده غير كافي بالنسباله فالعيان ده احنا بنطمنه وبنزبط له العلاج بتاعه اللي هو ماشي عليه نزبط له الجرعة بتاعته ونخليه يلتزم بيه وما يسيبوش تاني وممكن نديله في الاستقبال مثلا اقراص زي الكابوتن سواء تحت اللسان او بلع وممكن نكررها كده كل فترة ممكن نخليه معانا تحت الملاحظة او نحجزه حتى في اسم البطنة تحت الملاحظة 24 ساعة وممكن كمان اروحه البيت ومحجزوش ويجيلي بعدها ب24 ساعة في العيادة الخارجية عشان نتابعه الضغط معانا يعني ايه يا دكتور قابولا ضغطه 180 على 100 وهتروحه البيت ده كده ممكن يجيله نزيف في المخ احنا عايزين لي نزله الضغط بسرعة بص يا عام العيان اللي في الحالة دي المفروض ما نزلوش الضغط بسرعة اصلا لان انا لو نزلتله الضغط بسرعة عن طريق حقا زي اللازك سيدي اللي بيدوها في الاستقبال كتير ممكن انا اللي تسبب في مشكلة في هذا العيان ممكن اقل الكمية الدم اللي وصله للمخ وعمله جلطة في المخ وممكن اقل الكمية الدم اللي بتوصل للقلب وبالتالي يحصل جلطة في القلب ممكن اقل الكمية الدم اللي بتوصل للكلى بسرعة جديدة زي ما بيحصل كتير لكن الصح بتاعه ان احنا نزله الضغط بتاعه على مدار ساعات كتيرة لأيام من 24 ل 48 ساعة وبتكون متابعته في العيادة الخارجية عادي جدا طبعا كل ده بعد ما استبعدنا ان ما فيش تارجت ارجان دامج او ان الضغط ده مش مأثر حاليا على عضو هام من الجسم النوع التاني اللي هو هايبرتنسف اميرجنسي ده عيان ضغطه عالي والضغط العالي قلنا تسبب فيه مشكلة في عضو حيوي في الجسم عنده فهنطلب له تحاليله واشاعاته على حسب ان تشاكك انه عضو اللي اتأثر في هذا العيان يعني مثلا العيان لو جاي لك ضغطه عالي وجاي بقلم في الصدر ومش قادر ياخد نفسه وبينهج وعرقان غالبا ان تشاكك في القلب وفي الرئة ممكن يكون مثلا ام اي جلطة في القلب ممكن انستيبول انجينا زبحة صدرية غير مستقرة ممكن بلمونري اديمة ارتشاح مية على الرئة اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده ممكن تشوفه في الرابط تحت العيان ده بقى انت بتعمله رسم قلب انزيمات قلب واشاعة عادية على الصدر وممكن تحليل اللي هو البي ان بي او البرين متروليتيك بالطيب طيب لو العيان ده جاي لك بصدع شديد وقق وغسيان اللي هو ميل بس للقق ممكن غيبوبة ممكن تواهان ممكن ضعف في جانب واحد من الجسم ممكن زغلالة في العين شديدة ممكن ازدواك في الرؤية الحاجات دي كلها تقولك ان المشكلة في المخ فممكن دي تكون مثلا جلطة في المخ ممكن تكون نزيف في المخ ممكن يكون نوع تاني من النزيف اللي هو سبق اراكنويد هيموريتش وممكن تكون حاجة اسمها هايبرتنسف انكيفالوباسي العيان ده تعمله فحوصات ايه طبعا سي تي اشياء مقطعية على المخ وممكن كمان تعمله فاندس اجزامينيشن اللي هو فحص قاع العين طيب امتى تشك ان العيان ده عنده مشكلة حادة في الكلا او فشل حد في وظائف الكلا غالبا الشكوى بتبقى مائعة شوية ما بتبقاش معروفة ممكن بس يشتكي بشوية ورم في وشه شوية ورم في الاطراف ممكن بس ما يعرفش ياخد نفسه شوية حاجات كده مش محددة طب انت شكيت ان الضغط ده مقصر على الكلا تعمله ايه بالزبط تعمله طبعا يورين اناليسيز تحليل بول اللي ممكن يطلع فيه بروتنوريا اربيسيز واربيسيز كاستس وكمان تعمله يوريا وكرياتيني واللي ممكن يكونوا عالين هما كمان طب والعيان ده بقى هنعالجه ازاي يا دكتور العيان ده بيتحجز عناية مركزة وهو ده اللي بياخد حقا او بياخد ادوية عن طريق الوريد واللي منها بقى زي ما احنا عارفين النايترو بريسايد نيترو بليسرين لازكس لابيتالول نيكراديبين وفيه ملحوظ عايز اقولها ان العيان ده اللي ضغطه عالي جدا وتسبب في ان عضو حيوي تأثر بهذا الضغط مش بينزلوله الضغط بسرعة في العناية المركزة ده بينزلوله ربع بس الضغط ربع المين في خلال من نص ساعة لساعة وبعد كده بينزلوا الباقي بالتدريج يعني حتى العيان ده ضغطه ما بينزلوش بسرعة لان نزول الضغط بسرعة برضو بيأثر على كمية الدم والأكسجين والغذاء اللي رايح للأعضاء الحيوية دي ده حتى اللي عنده جلطة في المخ ممكن يسيبوا الضغط بتاعه عالي في أول فترة عشان يحافظ على البرفيوجن بتاع البرين والدم اللي واصل للبرين أو المخ يعني اللي عايزة أقوله حتى الحالات الشديدة دي مش بينزل الضغط بسرعة شديدة لان ده بيبقى غلط على الأعضاء الحيوية في الجسم بعض الحالات بس اللي بينزل بيها الضغط بسرعة شوية زي مثلا الارتشاح الرئوي الرسالة اللي عايزين نقولها ان لو عيان جايلك الاستقبال ضغطه عالي وما معهوش العيان ده طمينه ممكن تديله كابوتن تحت اللسان أو بلع ممكن نكررهوله كل ساعتين أو تلاتة ونزبط له بس جرعة علاجه ونخليه يلتزم بيها ويتابع معنا في العيادة الخارجية أما الحالات الشديدة اللي معها اللي معها عضو حيوي في جسمه تأثر ده بيتحجز عناية مركزة وبياخد الأدوية اللي هي الحؤن في العناية المركزة وفي النهاية أحب أشكركم اشتركوا في قناتنا وعمل لايك وشير شكرا لكم